ناس ردوان سيكون معنا من المشفى الجامعي محمد السادس من مدينة مراكش شأنس مرحبا بك بالنسبة هناك أخبار تصل حتى اللحظة عن وجود بعض المناطق النائية جدا التي ما زال فيها بعض الأشخاص عالقين تحت الإنقاذ ولم تستطع فرق الإنقاذ الوصول إليهم هل من معلومات تؤكد هذا وهل نعلم أي المناطق هذه التي تتحدث عن هذه الأخبار نعم المناطق التي لازلت فيها عمليات البحث عن ناجين العمليات لم تنتهي ولم تتوقف والآن المناطق الوعرة التي لم تتمكن فرق الإنقاذ من الوصول إليها بالوسائل العادية لهذا الغرض خصصت القوات المسلحة الملاكية أي الجيش خصصت بحسب بيان لها خصصت مروحيات خصصت طائرات بدون طيار يعني تم اعتماد طائرات درون من أجل تحديد الوضعية من أجل تحديد الأماكن التي تعرضت لتضرر كبير ومن ثم العمل على الوصول إليها بواسطة مروحيات فكمان علم طبيعة التضاريس هنا في المنطقة وبالأخص بالقرب من بؤرة الزلزال التي كانت فيها خسائر كبيرة على مستوى المنازل وأيضا كانت نسب الوفيات مرتفعة هذه المناطق واعرة نوعا ما ويصعب الوصول إليها بالوسائل التقليدية الشيء الذي دفع بالسلطات وبالضبط بالجيش إلى استخدام آليات متطورة مثل المروحيات والطائرات بدون طيار هنا نتحدث عن المسألة الجيش المغربي تدخل بهذا الشكل هنا نتحدث عن هذه النقطة لأن الجيش راكم خبرة كبيرة خلال مشاركته وخلال تدخله في العديد من الكوارث المماثلة في عدد من الدول الأخرى كما نعلم المغرب ليس بلدا معرضا بشكل كبير للزلازل المغرب ليس متعودين على الزلازل الآخر الزلزال كان قبل عامين كما يعلم الجميع وتاريخ المغرب مع الزلازل يعني هي حوادث معدودة على رؤوس العديد وبالتالي فكرة الزلزال غير واردة في أذهان المغرب وأيضا في أذهان الشعب المغربي وبالتالي كان اللجوء إلى الجيش على اعتبار أنه شارك في الكثير من الكوارث المماثلة لإنقاذ وتمرنا على مختلف أنواع التدريس وبالتالي كانت العملية نسبيا مكنت من إنقاذ عدد أكبر من الأرواح ومكنت من الوصول بشكل أكبر أو بشكل أسرع إلى مناطق وعرة مناطق صعبة ومن هنا القيام بإنقاذ عدد من الأشخاص